بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى المقدس بالجلال الأسنى والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته وممن تبعهم إلى يوم الدين وبعد أن هذا العبد الفقير أخوكم محمد أبو حور الروحاني المغربي طلب منه بعض الإخوة الأعزاء الأفاضل من المتحببين إلى هذا العلم وإلي أن أتابع دروسي التي مهدتها لكم وهي كالتالي كما قلت سبق لي أن أعطيتكم تصريف الألف ثم تصريف الباء ثم تصريف الجيم والدال والها والوا والزي والحاء ولن يبقى لنا إلا حرف الطع وحرف الطع مشهور في هذا الوفق فمن كتبه التسع طعات تسع طعات تس من الطعات فهي شفاء لكثير من الأسقام فهي شفاء لكثير من الأسقام والأمراض ومما جرب للصرقة والضائع أن تكتب دائرة حول الخاتم يعني تجعل الوفق وسطها وتكتب حول الدائرة ياسين أحرفا مقطعة إلى يبصرون ياسين والقرآن الحكيم إن كان من المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذل قوما إلى يبصرون واكتب في موقع الهاء في الوسط هنا اسم الضائع أو المسروق في مكان ثم علقه في الهواء يحركه الريح الهواء في مكان الضائع أو في مكان المسروق وهذا صورة الوفق تكتب حرفيا هكذا هكذا وتجعل الضائع هنا هنا كما رأيت ومما جرب لجلب الغائب مما جرب لجلب الغائب أن تكتب الوفق الحرفي هذا الوفق الحرفي التلاتي المذكور هذا الذي واكتب اسم الغائب موضع الهاء كما قلت واسم أمه واكتب هذه الأسماء شقياني تقي تقاب هليوب بهيل ليلوب سلياهوب باطن طوين باطال طوبة أغرى يطبش أغراطيش هكذا ويكون ذلك ليلة الأحد وتأخذ خنفوسة ذكرا خنفوسة تكون ذكرا الناس تعرف هذا في تلك الساعة في تلك الساعة واربطه بخيط حرير أحمر واربط طرف الخيط في وتد صغير من حطب الطرف وغريزه في وسط الخاتم في الأرض دعاه يدور على الحرف فإنه يجلب الغائب بإذن الله تعالى فاعزم عليه بهذه الأسماء السابقة تسع مرات تسع مرات عدد حرف الغ أو إحدى وعشرين مرة والأصح أن تتلوها خمسة وأربعين مرة هذه العزمة هي بقطريال قطريال جليال جليال دميال جليال زنقطة جليال جليش 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 الوهيم فإنها قاطعة في جنب الغائب أو الهارب أو الغضبان أو الزوج كيفما كان نوعه فهذه فائدة سقطها لكم ولنا دروس كثيرة في هذا المنوال جزاكم الله خيرا وجعل هذا الشهر المبارك شهر رمضان شهر الغفران شهر الرحمة شهر القرآن شهر العبادة شهر الصوم علينا وعليكم وعلى أحبابنا وأحبابكم كله بركة وخير وسلامة من الأمراض ومن العلل والأسقام جازاكم الله خيرا جازاكم الله خيرا وأنا ما عليكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين